بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في منصة الثراء التعليمية أهلا وسهلا بكم لأجل الوصول إلى قمة النجاح إحنا يا جماعة ما زلنا نتحدث عن مفاهيم الأحماض والقواعد وكان المفهوم الأول هو مفهوم الرهينيوس يلا يا أبطال مين بده يذكرني الحمض حسب الرهينيوس يلا 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 مين يستعد أيوة الحمض حسب الرهينيوس أي مادة تنتج أج موجب عند إذا بيتها في الماء أما القواعدة الرهينيوس فهي مادة تنتج أج سالب عند إذا بيتها في الماء وكان إن صاحبنا مشاكل لذلك انتقلنا طبعا لما أحكي مشاكل يعني كان في عنده أوجه للقصور لذلك إحنا انتقلنا إلى برونستيد والوري بالمنطق يا جماعة لما أسألك ليش رحنا إلى برونستيد والوري الإجابة بسيطة جدا لحل مشاكل السيد أرهينيوس لحل أوجه القصوري الموجودة عند السيد أرهينيوس وأعرفنا الحمض حسب برونستيد والوري يلا يلا يا جماعة مين استعد يلا يلا مين حكى مين بده يحكي لي إيش الحمض حسب برونستيد والوري أي هاي بيحكولي أنا سامع بيحكولي مانح للبروتون صحيح والقاعدة هي مستقبل للبروتون وفي برونستيد والوري شوفني أننا دائما في عندي أزواج مترافقة من الحمض والقاعدة اليوم بدي أكمل عن نفس الموضوع وموضوعنا الجديد هو قوة الحمض والقاعدة يا جماعة درسنا من لخص بهذه الملاحظات وخلاص طبعا شرط أنك تفهمها لاحظوا إيش كاتب لك هون دائما 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 يا أعزائي بدي تكون عارف أنه الحمض القوي طب يا جماعة بيسألوني الطلاب يا أستاذ كيف بدي يعرف الحمض القوي هلأ في حصة اليوم بدي تعرف الحمض القوي بأنه تام التأين يتأين كليا في المحلول يعني كله بذوب جبت ميت جزيء ميت جزيء بتخلص جبت ميت مول ميت مول بخلص وجبت عدد أفوغادرون من الجزئات كلها بتخلص إذن تام التأين الكمية اللي بحطها كلها تتأين مية في المية ويتجي التفاعل نحو تكوين المواد شمالها الناتجة وبنسبة شمالها عالي الآن هذا الحكي بنا نطبقه على حامض الأجسيال لكن برضو بدي تعرف لي أنه دائما يا جماعة الحمض القوي دائما بحكي للطلاب بدي تفهم بدي تحفظ بدي تسوعد القوي يتبع دائما شيء ضعيف إحنا حكينا في عنا أزواج فالحمض القوي تكون قاعدة المرافقة ما القاعدة المرافقة يا جماعة قاعدة المرافقة هي إشماله الأضعف فدائما الحمض الأقوى قاعدة المرافقة الأضعف ويتجه التفاعل دائما نحو تكوين المواد إشمالها المواد الأضعف هاي موضوع الاتزان يزاح بمشي بتجه بتحرك آه يزاح نحو مين المواد الأضعف هلا هون في حصة اليوم يا أعزائي يا حبايبي هذا الحكي الآن أنا بحكي على إشي مهم وبحكي كمان مرة على إشي هام بدي تعرف وبدناش نحكي important آه هدول بدي يكون حفظ لي إياهم زي اسمك في كتابنا لجديد أعطاني ست أحماض وأنا كاتبهم على الترتيب إذا بتحفظهم على الترتيب بيكون أحسن أتش سي أل أو فور ثم أتش تو أس أو فور أتش آي أتش بي آر أتش سي أل وعندي أتش أن أو ثري طيب إيش معنى هذا الكلام تعالوا يا جماعة أنا وإياكم نتعرف على التفاعل الأول إشي الحمض أجسي أل زي ما اتفقنا ما له أيوة مين بدي يحكي لي إيش هذا الحمض حكي أنا حمض قوي كي بدي أعرف يا أستاذ بدي تحراب بدي تحفظ آه بدي يكون حافظ إنه الأجسي عبارة عن حمض قوي انتهينا من هاي المعلومة هذا واحد هلأ يا جماعة أنا وإياكم متفقين إنه الحمض يغير لون ورقة تباع الشمس من اللون أيوة أيوة احكي 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 سامع أيوة هي بيحكولوا بيحولوا من اللون الأزرق إلى اللون إيش معنى الأحمر معلومة اثنين الحمض مانح للبروتون هاد مانح للبروتون طبعا ليش أنا بحكي هيك يا جماعة مانح للبروتون مشان تعرف انت كالأسد آه كالأسد يا عزيزي بتحكي لي معناته أنا بدي أحمل الأج من هون وأروح فيها لهون إذن الناتج في هاي الحالة الناتج هو عبارة عن تفرجوا لي يا حبيبي إيش الناتج الناتج الآن أتش ثري آه موجب أيون الهايدروني من موجب وهاي راحت إذن شو ضل عندي سي أل سالب هاي أول معلومة ثاني معلومة هلأ هذا يعتبر حمض آه شو رأيكم ننزل الكلام شوي نفس هذا التفاعل بدي أعيده من أول وجديد فرصة أنه انتبع أنا وإياكم التفاعل من جديد تعالوا نتفاهم مع بعضنا البعض الحامض تبعنا شو حكينا عبارة عن أج سي أل وهو حمض قوي يتفاعل في الماء شوفوا الآن يا جماعة سهمه السهم في هاي الحالة غير منعكس طبعا أنا هاي الأمور بدي أسير عرفها الحمض قوي بدي أكون حفظه وحده اثنين تامي التأيون هاي ثنتين ثلاثة سهمه غير منعكس هلأ إيش بدي يعطيني في هاي الحالة بدي يعطيني أتشي ثري أو موجب زائد في هاي الحالة إيش بدي يطلع عندي بدي يطلع عندي سي أل سالب الآن أنا وإياكم حكينا هذا عبارة عن حمض الحمض في هاي الحالة إيش معنو مانح لمين للبروتون فعلا هاي يمنح لبروتون أجهون فإيش أعطاني أتشي ثري وموجب وإيش ضل سي أل سالب هاي معلومة كمان معلومة أنا وإياكم بدنا نحدد الأزواج المترافقة في هاي الحالة من الحمض والقاعدة هاي بلى منها وهذا السهم كمان بلى منه تفرجوا الآن إيش بدي أساوي صاحبنا هون أتش سي أل عبارة عن حمض هاي حمض شوفوا إيش بدي أحكي لكم هاي بكفيني هلا هذا حمض بدي أقارنه في مين في السي أل سالب هلا هاي السي أل سالب شو تعتبر هاي عبارة عن قاعدة إيش مالها مرافقة لإلو في عندي كمان شغلي بدي تعرفوا لي إنه الماء يعتبر قاعدة حسب برونستد والوري طب ليش قاعدة يا أستاذ لأنه هو مستقبل لبروتون شو أعطاني في هاي الحالة أعطاني أتش تري أموجب اللي هو عبارة عن حمض إيش ماله مرافق هلا الأتش سي أل والسي أل سالب هاي زوج في هاي الحالة مترافق رقم إيش ماله هذا رقم واحد هاي الزوج المترافق الأول هلا هذا المحترم ما هذا المحترم شو يمثل هو عبارة عن زوج مترافق الآن الزوج الثاني كمان معلومة يا أعزائي الأجسي أل عبارة عن حمض قوي أقوى من مين أقوى من الحمض الآخر أجس تري أموجب شو الدليل إنه التفاعل ماشي بالاتجاه شو ماله الأمامي ما فيه عودي بالاتجاه العكسي طب ليش فيه تفاعل بالاتجاه الأمامي لأنه هذا تام التأيين قادر على التأيين قادر على بنح البروتوناف طب أجسي ثري أموجب هذا لا يمنح إذن شوف إيش بدي أكتب لك الحمض اللي هو أجسي أل في هاي الحالة إيش ماله تفرجوا لي إيش ماله يا جماعة بدي أكتب لك عليه حمض أقوى أقوى من مين أقوى من الحمض الآخر أجسي ثري أموجب أجسي ثري أموجب حمض مرافق أضعف أضعف من مين أضعف من الحمض الآخر اليو أجسي أل ديرو بالكم القوي بقوي اللي جنبه يا جماعة اسمعوا شو أنا بحي القوي بقوي اللي جنبه آه فمشانيك بدي تدور على الأصدقاء على الرفقاء الأقوياء الشطرين الأذكياء المهذبين الرائعين حتى يقووك ويحثوك أنك تدرس وتفهم والثابر ويضل كل تصرفاتك إيش مالها عالية يا عزيزي آه هذا بدي يكون زي ما حكينا حمض في هذه الحالة طيب تعالوا أكمل الآن إذن أجسي ألطل حمض أقوى أجسي ثري أموجب إيش طلع حمض أضعف في هذه الحالة طيب الماء قاعدة جنب واحد قوي إذن هي قاعدة إيش مالها أقوى أقوى من مين من الآخر اللي هو إيش ماله سي أل سالب هاي السي أل سالب بس نزبط الخط شوي هون مشان نزيد الموضوع هاي تفرج إيش بدي أحكيه لك السي أل سالب قاعدة مرافقة بدها تكون في هذه الحالة أضعف أضعف من مين من القاعدة الأخرى في هذه الحالة اللي هي H2O إذن شو صار عندي تفرجوا أجسي الحمض أقوى شوفوا اللي جنبه زي أقوى إذن القوي مع القوي بتحد مع بعضهم بعض وبعطيني ضعيف ضعيف عيد الحمض القوي يتأين كليا في الماء ويتج التفاع نحو تكوين المواد شماله الناتج الحمض الأقوى تكون قاعدة المرافقة هي إشمالها الأضعف إذن هذا أقوى هذا أضعف والتفاعل يتجه نحو تكوين المواد إشمالها الأضعف موضع الاتزان يزاح جهة المواد للأضعف إذن هون بحكي التفاعل هون التفاعل في هذه الحالة متجه أو متجه بالاتجاه في هذه الحالة إشماله الأمامي أو بحكي هاي بس نضبطها إذا سمحتوا لي هاي نضبط هاي متجه بالاتجاه الأمامي أو بحكي عنه هو ماشي باتجاه تكوين المواد شمالها الناتجي إذن بدي أكتب هيك كمان شغلي إنه هاي بس أميزها بخط جديد وليكن الخط الجديد يا جماعة هون التفاعل يتجه 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 نحو تكوين النواتج السؤال هل هذا الحكي ينطبق على الـ سيأل ولا بنطبق على كل القواعد القوية شو الإجابة يلا يا يوسف يوسف يلا عزيزي احكي ايش بتحكيلي اه هاي يوسف بيحكيلي يا أستاذ هذا الحكي بنطبق على كل الأحماض القوية يعني بنطبق عليهم هدول اللي مقدارهم أو عددهم ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة عدناهم زي الشباء الكبار الحلوين اللي زيكم الحريصين على انهم يتعلموا اذا كل هذا التفاعل بمشي بالاتجاه الأمامي فبحكي له يا اما بالاتجاه الأمامي او يتجه نحو تكوين المواد شمالها الناتجة طب تعالوا نشوف كمان واحد زيه او ماله بس قبل ما اروع على واحد زيه دائما يلا احكولي ايش هو الحمض القوي يا جماعة يلا 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 اشوف اشوف من حك فرحب تحكي لي اجدوري تالا ولا همك هوهو تالا دخلت على الخط يلا يا تالا اش هو الحمض القوي بتحكي لي يا أستاذ يتأين كليا امنيه تالا احكي والحمض القوي ما القاعدته قاعدته دائما اشمالها الاضعف وموضع الاتزان يزاح نحو مين جهة المواد الاشمالها الاضعف التفاعل يتجنها وتكوين المواد اشمالها الاضعف تعالوا نكمل فرجولي على الاتش ان او ثري بس نعيد الاتش ان او ثري شوي مشان ناخد رحيتنا في الحك اتش ان او ثري في الماء يتأين اخ يا جماعة اخ هيك اني انا كاتب انه هذا المحترم اه ما له هذا المحترم احكو لي واضح انه هذا الحمض عبارة عن حمض قوي بدي تكتب للتفاعل ونحدد اتجاه الاتزان اولا يا جماعة هذا حمض يلا اشوف يلا يا ملاك ملاك احكي حمض اذا هو ايش ماله في هاي الحالة ما نح لمين لالبروتون ما نح لالبروتون بتيجي من هون لهون يلا اشوف مين بدو كم اه شاهد يلا احكي ايش الناتج الناتج الان موجب جميل جدا زائد شو ضل هون زائد ان او ثري شو مالها سالب هذا واحد اثنين بدي احدد انا وياكم الازواج المترافقة في هاي الحالة وهذا السهم حكينا برضو بلى منه يلا يا حلوين مين استعد مين استعد يا ابطال اه مين استعد يا ابطال يحدد للازواج واضح انه هذا حمض حكينا ايش ماله قوي طب لما اقارنه في ان او ثري سالب يا جماعة الكل بأي اذني هذا حمض بدي يكون اقوى اقوى من مين من الحمض الاخر اتش تري او موجب بس خلينا نحدد الازواج بعدين منكمل هلأ لاحظوا هذا عبارة عن قاعدة احيي هلأ هذا عبارة عن حمض اذا ها عبارة عن قاعدة هلأ هذا المحترم هاي هذا حمض اذا هاي بدها تكون قاعدة ايش مالها هاي الشباب بيحكولي قاعدة مرافقة جميل جدا طيب صاحبنا اللي موجود هون اه وراح صاحبنا اللي موجود هون هذا ايش يمثل بده يكون حمض ايش ماله مرافق من ان نكتبهم يا استاذ على شكل ازواج ولا يهمكم انبين انه هذا عبارة عن ايش ماله زوج مترافق في هاي الحالة رقم ايش ماله واحد يلا اشوف يلا اشوف يلا اشوف وانبين انه هذا المحترم هيك ايش يمثل الان في هاي الحالة هو عبارة عن زوج مترافق بده يكون في هاي الحالة الزوج المترافق الثاني طيب تعالوا نحدد هذا حمض اقوى اقوى من مين من اتشتري موجب لاحظوا هذا حمض اقوى اذا هذا حمض ايش بده يكون اضعف اضعف من مين من الاش ان او ثري اذا التفاعل يندفع بالاتجاه ايش ماله الامامي فاحنا بنحكي الاندفاع بالاتجاه الامامي كمان معلومة هذا حمض اقوى اذا هاي قاعدة لازم تكون ايش مالها اقوى من القاعدة الاخرى مين هي القاعدة الاخرى يا جماعة ان او ثري سالب هاي قاعدة اقوى هاي قاعدة ايش ما لها اضعف اضعف من مين من القاعدة الاخرى لاجته طب ايش رأيكم نتفق على ما يلي انه دائما القوي بقوي اللي جنبه يعني الحمض القوي اللي جنبه ايش بتتطلع قاعدة قوية والضعيف بضعف اللي جنبه مشانيك بدي ديروا بالكم يا جماعة بدور على صاحب القوي الشاطر المحترم اللي اخلاقه عليه لانه هذا قوته واحترامه ودراسته واهتمامه رح يقوي اللي جنبه فالقوي لاحظه قوي جنبه قوي الضعيف دائما جنبه ايش ما له ضعيف لما يسألني حدد اتجاه الاتزان بحكي له الاتزان ماشي بالاتجاه الامامي او يتجه اميز هاي بلون جديد احكي له عمي في هاي الحالة هاي بحكي له هون يتجه الاتزان نحو نحو تكويا بدي يكون عندي في هاي الحالة النواتج اذا يا بحكي له انه تفاعل ماشي بالاتجاه الامامي او نحو تكوين النواتج كمان معلومة يا جماعة هذا حمض اقوى اذا قاعدة ايش بدي يكون اضعف هاي قاعدة اقوى اذا حمض المرافق ايش بدي يكون اضعف هاي وحدة كمان وحدة يا جماعة كمان وحدة ايش الوحدة الثانية القوي دائما يتبع ضعيف القوي يتبع اضعف اقوى اضعف والتفاعل ماشي بالاتجاه الامامي في هاي الحالة او ماشي نحو تكوين النواتج طيب اخذنا حمضين اقوية شو رأيكم نبلش بالضعفة طيب وما له هلأ اول معلومة انا كتب لك انه هذا الحمض ضعيف هلأ بدي تصير تعرف او انتو بتعرف واللي بعرفش يعرف انه هذا من سميه حمض كاربوكسيلي اللي ناسي انا رح اذكره كل الحموض الكاربوكسيلية او اللي بعرف هاي حموض عضوية باللي بعرفش سير يعرف بمجرد يا عزيزي اخذناها بالحصة الاولى بمجرد ما شفت طبعا انا حكيت لك انا براجع لك اثناء الشرح هذا اخذناه في الحصة رقم واحد التأسيسية اتبرها الاولى لان هيني بعيد وين ما شفت المقطع سي او او اتش اذا هو عبارة عن حامض كاربوكسيلي وصفة انه ايش ماله ضعيف بدنا نكتب معادلة في الماء وماله ام نكتب معادلة يا جماعة صاحبنا حكينا عبارة عن حمض ضعيف ايو سي اتش ثري سي او او اتش في الماء يتأين فيوطي طبعا اوه حالة اتزان هون بنحكي انه متجه نحو تكوين اش ماله التفاعل يتجه نحو تكوين المواد اش مالها الناتج يتجه شو رأيكم هون نحكي انه يتجه نحو بلاش حتى كلمة اتزان منشان محدش اعتب علينا نحكي يتجه نحو تكوين المواد الاش مالها الناتج هون يتجه نحو تكوين النواتج على اعتبار انه احنا بدنا نسير نعرف انا وياكم انه في الضعفاء ما فيش حالة اتزان لانه التفاعل مندفع بالاتجاه اش ماله الامامي دائما التفاعل ماشي بالاتجاه الامامي طيب شوف اش كتب لك هون التفاعل متجه بالاتجاه الامامي التفاعل يتجه نحو تكوين المواد شمالها الناتجة تفاعل متجه بالاتجاه الامامي في هاي الحالة طيب نرجع لهون اتفرج اش كتبت لك هون التفاعل ماشي بالاتجاه الأمامي يتجن نحو تكوين إشماله النواتج إذن هذا التفاعل بنحكي عنه تفاعل غير منعكس خلص هذا تفاعل بالاتجاه الأمامي بس انتو شايفين انه انا كاتب هون سهميا شو معنى السهميا انه التفاعل متزن في حالة إشمالها اتزان يلا يا عزائي مين عنده استعداد طبعا هو أعطاني معلومة انه حمض مين بده يكمل للتفاعل هلأ هذا الحكي بده يصير أعرفه مانح لمين لبروتون يلا يا حلوين بده ييجي هذا لهون إش بده يعطيني في هاي الحالة أيوة 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 أبطال هاي بحكولي بده يعطيني H3O موجب جميل طب إش ضل في هاي الحالة ضل C-H3 C-O-O إش مالها سالبة جميل جدا جميل تعالوا نكتبهم على شكل أزواج في هاي الحالة هلا هاد أنا بطل يلزمني كتعريف للحمض على شكل أزواج أحكي لكم هذا السهم كمان بطل يلزم في هاي الحالة يلا يا حلوين إن بين إنه هذا المحترم هيك مع مين؟ مع حاد إذا كان هذا عبارة عن حمض إذن هاي شو تمثل في هاي الحالة قاعدة إش مالها؟ مرافقة للحمض طيب إذا كان يا جماعة هذا عبارة عن هاي هيك هاي عبارة عن قاعدة إذن هذا إش يمثل؟ حمض مرافق نكتب يا سيد محمد محمد بدي تدير بالك يا زلمي بنا نكتب على شكل أزواج إذن هذا شو يمثل؟ هاي محمد بحكي لي ولو هذا زوج مترافق بحكي لي أحسن إشي نكتبهم على شكل أزواج حكي لهذا الزوج الأول أما الزوج اللي هون شو يمثل في هاي الحالة؟ هاي قاعد يأشر لي هيك يا جماعة فاهمين عليه إش يعني هيك؟ آه الزوج الثاني وليهمك يا عزيزي الله يزوجك ويا ربه يفرحني فيك هاي بحكي لي آمين هاي زوج مترافق رقم إش ماله؟ رقم اثنين طب تعالوا انقارن بين قوتهم يا جماعة فارجوا معي هذا حمض ضعيف لكن أنا بدي أحيي عليه حمض إش ماله؟ أضعف إش رأيكم لأنه حمض نكتب بلونه هاي محمد جنبي بحكي لي يا أستاذ خلي للحمض كله أحمر يا الله ما أحسنك يا محمد لو أنت مش موجود كان راحت علينا هاي المعلومة طيب إنه حمر الحمض إذن حمض أضعف أضعف من مين يا جماعة؟ من الحمض الآخر من الحمض الآخر الآن؟ H3O موجب طب هذا طلع حمض أضعف إذن هذا بالنسبة إلي وش يمثل؟ حمض في هاي الحالة بدي يكون أقوى أقوى من مين؟ من CH3 COOH جميل جداً طيب تفرجوا لي هون هاي بدي يكون حكينا هذا حمض أضعف إذن اللي جنبه زيه هاي قاعدة إيش لازم يكون؟ أضعف أضعف من مين؟ أضعف من CH3 COO سالب إذن هاي قاعدة مرافقة إيش لازم يكون؟ أقوى أقوى من الآخر مين هو الآخر في هاي الحالة كقاعدة الماء؟ أعزائي تفرجوا كيف صار الترتيب ضعيف ضعيف أو أضعف أضعف هذا إش ماله؟ أقوى أقوى لأنه ضعيف إذن التفاعل يكون في حالة شو بنسميه؟ اتزان لكن بدي أضف لكم كمان معلومة في هاي الحالة إنه التفاعل في هاي الحالة إيش هاي بدنا نكتبها؟ طب نزغر الخط بس هون شوي مشان أضغر لكم التفرجوا هذا هيك 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 هاي نهاي ضغرناها شوي شوف إيش بدي أساوي بدي أحكيه لك يا عزيزي هذا التفاعل في هاي الحالة منحكي عنه إنه متجه بالاتجاه إيش ماله؟ العكسي كمان مرة يا جماعة منحكي إنه هذا التفاعل إيش ماله؟ بدي أسمع منكم يتجه بالاتجاه العكسي إذن يحدث تفاعل يحدث تفاعل في هاي الحالة نخليها يحدث بدي أكون عندي تفاعل بدي أكون عندي بالاتجاه في هاي الحالة العكسي أو نحو تكوين في هاي الحالة إيش مالها؟ المواد إذن يحدث تفاعل بالاتجاه العكسي شوفوا لما كان قوي كان التفاعل بالاتجاه الأمامي دائما كل الأخوياء تفاعلهم بالاتجاه الأمامي وهون التفاعل بدي يكون بالاتجاه إشماله العكسي طيب تعالوا أتفق أنا وياكم على كمان معلومة شوفوا لي هون هذا حمض أقوى إذن قاعدة إيش كانت أضعف طيب تفرجوا هون هون حمض أضعف إذن قاعدة إيش بدأت تكون أقوى إذن دائما بدي تعرف الحمض الأقوى قاعدة أضعف والقاعدة الأقوى حمضها إيش بدأت تكون أضعف في هذه الحالة طيب تعالوا نخذ لنا كمان مثالي صغير على هذا الموضوع شوف إيش كتب لك هون عزيزي كتب لك حمض من أتش أن أو تو بس يا قوم يا حبايبي يا حلوين يا روحي يا عيني انتبهوا هذا عبارة حمض ضعيف مش نحكي لا أستاذ من تكاتبه قبل بشي قوي ديروا بالكم هاي بدي أرجع للشاشة مشان إذا حدا لخبط أحكي له اسمع القوي عزيزي انت شايفه مين القوي أتش أن أو ثري هو الحمض إيش ماله القوي أما إذا شفت اللي أنا وياكم كنا شايفينه الآن أتش أن أو تو هايو هذا عبارة عن حمض إيش ماله ضعيف هلأ يا جماعة هذا ما نحلميا أول إيش كونه ضعيف انتوا شايفين أنه أنا كتبت سهميا سهمين يلا شوف هذا حمض ما نحلى لبروتون يلا يا أعزائي مين عنده استعداد يكمل للتفاعل آآ عبداللطيف آآ ولا همك عبداللطيف أنا سامعك تفرج إيش حكالي حكالي بعطيني أتش ثري أو موجب زائن في هاي الحالي أن أو تو سالب واحد كلام رائع جدا الآن أنا إيش بدي أساوي يا جماعة بدنا نحدد الأزواج مشان أحدد الجهة التي يرجحها من الاتزان تعالوا هدول نكتبهم على شكل أزواج أو ماله تعالوا نكتب يا حبايبي يا حلوين الأزواج في هاي الحالة حاضرين إحنا هاي أحلى أزواج هاي هاد مع هاد الكل المتبع معاي إنه هاد حمض إذن هاي أبدي أكون إيش مال ها قاعدة في هاي الحالة مرافقة جميل جدا طيب طيب نكمل طيب هذا عبارة عن هذا حمض إذن هاي شو تمثل قاعدة إذن هاد إيش بدي يكون حمض إيش ماله مرافق تعالوا نكتب أزواج هاد إيش ماله زوج مترافق بدي يكون رقم كم اثنين وماله يا جماعة هاد حمض ضعيف طيب هو أضعف من مين من المحترم اللي هون إذن هذا حمض أضعف أضعف من مين من أتش ثري أو موجب طيب هاد حمض إيش بدي يكون أقوى نسبيا أقوى من مين من أتش أن أو تو كمان معلومة هاد حمض أضعف احكوا لي إذن اللي جنبه إيش اتفقنا برضو بدي يكون إيش ماله أضعف أضعف من مين من أن أو تو هاد قاعدة أضعف إذن هاي قاعدة هاد قاعدة أضعف إذن هاد بدي يكون قاعدة مرافقة إيش مالها أقوى أقوى من مين من الآخر أتش تو أو تفرجوا يا أعزائي كيف صار الترتيب دائما هيك ضعيف ضعيف قوي قوي طب لا بيسألني حدد الاتجاه الذي يرجحه الاتزان بحكي له الاتزان يتجه نحو تكوين المواد إيش مالها الأضعف إذن هون بحكي له هون التفاعل في هاي الحالة التفاعل إيش ماله تفرجوا إيش ماله التفاعل في هاي الحالة يتجه بالاتجاه شو ماله العكسي أو بحكي له في هاي الحالة يتجه نحو تكوين المواد الآن اللي إيش مالها المتفاعلة طب ليش المواد المتفاعلة لأن المواد المتفاعلة الآن هي الأضعف خلاص باتصور إحنا يا جماعة اتفقت أنا وياكو على آلية العمل هذا حام الضعيف هلأ شوفوا ما هي بدي سيروا تعرفوا الستة اللي كتابنا كتبهم أقوياء كأحماض أي واحد بيش منهم معناته إيش ماله ضعيف شو معنى ضعيف؟ معناته متزن آه منعكس طبعا لما يكون مع المي معناته التفاعل بدي يكون مندفع بالاتجاه العكسي في هاي الحالة تعالوا نكتب يلا يا حلوين مين استعد يلا يا أمامير مين بدي يمشيلي بـ H-C-N في الماء ديروا بالكم حطينا سهمين ديروا بالكم هذا حمض يا جماعة الحمض اتفقنا إنه إيش ماله ما نحلى مين للبروتون ما نحلى للبروتون إذن الـ H بدي هتيجي هون وبالتالي مين بدي يكملي التفاعل يلا يا آه شاهين يا الله يا شاهين عليك ما شاء الله عنك احكي احكي سامعة شاهين بحكي لـ H-C-3-O موجب جميل زائد شماله C-N شماله سالب رائع 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 زيد دخل على الخط حكالي يا أستاذ أنا اللي بدي أكتب الأزواج يا سلام عليك الله يزوجك يا رب يفرحني فيك طبعا أكيد يفرحنا أول إشي في نجاحك بعدين في زواجك ولا يهمك هلا إحنا بدنا نبلش في مين في الأزواج يا عزيزي هاي بحكي لي أكتب ما ماشي هاي بدي أكتب هاد ما حاد هلأ الكل نبين معاه إنه هذا حمض إذن هاي قاعدة اشمالها مرافقة بحكي لي كالأسد زيد على فكرة أنتم ما بتعرفوا زيد أنا بعرفه أسد درغام حكالي هذا الزوج اشماله مترافق في هاي الحالة حكالي هذا الزوج الأول يا سلام عليك يا زيد كمل حكالي أما الماء يا أستاذ حكالي إنه هذا عبارة عن قاعدة إذن هذا شو يمثل الآن حمض إشماله مرافق يا جماعة جميل 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 إذن آه آه هاي بحكي لي يا زيد بحكي لي يا أستاذ اكتب لنا إنه هذا زوج إشماله مترافق رقم إشماله إثنين كمان معلومة إش هي المعلومة آه بدنا نحدد هلا هذا حمض إش بده يكون أضعف أضعف من من أضعف من الحمض الآخر أضعف من أجش ثري أو إش بالها موجب إذن هذا حمض إش بده يكون أقوى أقوى من مين أقوى يا سلام عليكم هاي مهند كمل هل أديروا بالكم هذا حمض أضعف إذن اللي جنبه برضو إش بده يكون قاعدة أضعف من القاعدة الأخرى اللي هي إشمالها سي أن سالب إذن هاي قاعدة مرافقة إش بده يكون أقوى 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 من مين من الأش تو أو طيب بحكي لي حدد الاتجاه الذي يرجح الاتزان بحكي لي عمي الاتزان دائما بيجي من عند الأقوياء وبروح نحو مين الضعفاء إذن بحكي له في هاي الحالة التفاعل في هاي الحالة يتجه حكينا بالاتجاه اللي إش ماله بالاتجاه العكسي هيك أو إذا بدي أكون يتجه في هاي الحالة نحو تكوين النواتج يا سلام عليكم حلو 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 شكرا